السلام عليكم ورحمة الله صباحكم الله بالخير والعافية والبركة اليوم احنا بمصنع المباخر حاليا رح نعطيكم مشروع المباخر طبعا مشروع المباخر وكل ما يختص المباخر ممكن تفتحه مشروع وحده وممكن ايضا بمكاتب الهدايا لان هو يعتبر مثل الهدايا المباخر كلش حلوة يعني دائما احنا هن يحبون وقت الغروب او وقت الصباح او بعد الافطار او حتى بالاعيات يشعلون المباخر وبيه فوائد هواي حتى احنا بالصين بعيدا على الاسلام بالصين عدنا يحبون المباخر والبخور يقولون انه تطرد الطاقة السلبية واللي يريد يبحث على الموضوع بعد هو يبحث ويشوف يا الله رح نبدأ نشوفكم الموديلات بسم الله اول منتج رح نعرضه هو هذا الجديد اللي نازل عدهم اللي هو واللاعة هو بخور اوكي صوت تمام بما انه صوت تمام الموبايل ننطيتش اياه اول شي رح نعرض هاي الموديلات هذا اول شي رح نعرضه وهنانا خلينا بخور فمن نخلي البخور هنانا بس نشغل الجداحة شوف نشغل شوية اشتغل البخور شوف اشتغل البخور بعد ما اشتغل البخور فإحنا بس نغلقه ونغفره اوه والله قطع جميل طبعا احنا ما عدنا بخور احنا نبيع بس المباخر لان البخور يجي من الدول عربية عندك شاسمه باكستان وغيرها والهند هنانا ماكو بخور فهذا البخور اللي جاي نفحص بيه هو للتجربة فقط شوفوا هاي جداحة طبعا على فكرة كلها تجي بدون شسمه بدون غاز يعني هذي احنا نخليها على التجربة وهذي عدنا الموديلات مثل ما دا شوفون اي وحدة تعجبكم مجرد ما تاخضرون ستكرين شوت ودزونا اياه وحسب الموديلات ننطيكم الاسعار طبعا انا قلت لكم الاسعار اللي دا ننطيكم اياه حاليا ومال 10 كراتين بس اذا واحد اللي تكميه قايل ممكن بس بما دا شوفون موديلات كلش حلوة هاي كلها نفس الشي بس الالوان والاشكال تختلف يعني كلها نفس الشي تولاعة وتخلي بداخل البخور وشغله كلش حلوة مثل ما دا شوفون هسه حاليا رح اشرح لكم المباخر الزيتية اللي خل في كلها مباخر زيتية المباخر الزيتية داما مصنوعة تكون من الفخار او الحجر احنا نسميه كل ما عليك انه انت تشعل شمعة هنانا وتخلي هنانا البخور الزيتي او المادة الزيتية او العطر الزيتي او مي وعطر شي تخلي خلي هسه رح نشغل لكم اياه ونشوف طبعا ما عرضنا لكم الزيت العطري ما عرضته لانه عيته مو زينة بهذا المصنع فنحاول نروح المصنع ثاني جودة عالية يلا بسم الله اول مرة نشعل الشمعة عادي شمعة بعدين نخلي الشمعة في الداخل بعدين نجي نخلي مي ونخلي قطرات من هذا مو نخلي من هذا مباشرة من هذا مركز خلي مي هنانا وبعدين نجي نخلي قطرات من هذا شوفوا قطرتين ثلاثة اربع خلاص كلش كافي ننتظر شوية يسخن هذا ويبدي العطر يطلع فالشي كلش حلو انا مرح اعطيكم هذا السعر مرهاية لان هذا الجودة ماتة مو حلوة فاني تعرفون يعني لو اعطيكم شي جيد لو شي وسط هذا لا هو وسط ولا هو جيد ما اقتنعتني نهائيا فهذا الزيت العطري انتظروني راح اروح الواحد مصنع مختص بالعطور الزيتية فهس حالي نحن راح نستخدمه بس للتجربة شوفوا هسه بدت ما اكو لا ريحة ولا شي لان هذا بصراحة مو قوي ما بدت ريحة بس انا شرحت لكم الطريقة ما اكو ريحة قوية الا هيش تشتمة وتنتظر شوية يسخن بعد ما يسخن هذا يطلع العطر من النانس هاد هي العطور الزيتية العطور الزيتية دائما نستخدمها الفخار والعطور الفحمية نستخدم لها الفحم والعطور الكهربائية العفو المباخر الكهربائية ديتها بس تشكلها بالكهرباء وتخلي البخور مباشرة هذا كل ما في الامر وهذا هي المباخر الزيتية طبعا المباخر الزيتية هي عبارة عن فخار وتخلي بيها شمعة يحتاج الشغل شمعة وبعدين تخلي الزيت العطري يسمونه ويشتغل بعدين موديلة كلش حلو طبعا عدنا هواي موديلات مثل ما تشوفون هاي الالوان والرسومات وهاي الاشكال وحتى عدنا طباعة حسب الطلب اذا واحد ريد كمية شبيرة ممكن طباعة حسب الطلب اي صورة واي لون يريد طبعا عدنا هواي موديلات اي موديلات اي موديل ينتهي عجبك ممكن بس تاخذ للصورة دزة على الواتساب الى رقم اللي بالاخير 96 والموظفين ينطوك كل تفاصيلة اي موديل تريده او تاخذ عشر كراتين من موديل واحد او موديلات مختلطة لا يجد اني مشكلة بس صراحة الاسعار عدنا على حسب الكمية يعني كل ما تكبر الكمية كل ما السعر عدنا يقل كل ما تقل الكمية كل ما السعر يزيد هس حاليا هذا كله بس زيتي كل هاي الموديلات هي موديلات زيتية زيوت عطرية وشمعة وتشتغل شوية شوية من يغلي المي او الزيت العطري يبدي العطر ما تيطلع على حسب العطر احنا عرضنا لكم العطر بس شوية نوعيته مودرة جولة فحاليا انتظرونا نحاول نوفر لكم موديل احسن من هذا بالنسبة للعطور رح نحاول بعد نعرض لكم موديلات اكثر لان هذا المحل صراحة بي كل شو هاي يعني هذا الفيديو هسه حيكون عبارة عن كتالوك فانت اي موديل يعجبك تاخذ له صورة تجي على الواتساب ننطيق تفاصيل عدا هاي الروس الروس داني ما نشحن من عدهن نشحن بس الرجلين هاي الموديلات شوف شون حلو خفالة الزغار هذا الزغير كل الجميل هاي اللي بيها الوجه اللي اول مرة شغلت لكمية اهم زيتية بس كهربائية الزيت يهميا بكهربائي وبيفحمي يعني تريد تخلي شمعة العفو او تريد شكلها بالكهرباء هاي النوعيات هسه داني كلهم بدون كهرباء بس اللي يطلع قبل شوية بالوجه يشتغل على الكهرباء صراحة كلش حلوة مشاريع المباخر كلش جميل يعني ممكن تفتح لك التواحد مشروع تبيع بي انواع المباخر وبعد بعد كمدوا الفيديو رح نعرض لكم بعد هواي موديلات عندنا كلش جميلة المباخر تنقسم لعدة اقسام مثل ما شرحت لكم يعني ما عيد وبعدين تحشين عليه ليش تعيد تعيد تحشين عليه كل مرة هذا هو هاي هي حاليا المباخر اللي تشتبك بالكهرباء مباشرة يعني مبخرة بالكهرباء مباشرة طبعا الرؤوس اللي عندنا هنا على حسب الدولة ماتك في رأس ثلاثي في ثنائي على حسب الدولة ننطيك هذي مباخر كهربائية من نانا تشغلها وطف فيها كل ما عليك تخلي البخور هنانا وتخليها بالكهرباء وتشغلها وطف فيها هذي هي المباخر الكهربائية اللي هي سموها صغيرة جدا اصغر شي بها واي ديكورات لكن كلها حجيمة قد كف في اليد شوفون حجيمة صغير بس فيها كثير موديلات هذا كل ما في الامر عدنا هنا مجموعة مختلطة من البباخر هاي المباخر يسموها فحمية يعني شنو تحتاج البخور اللي عبارة عن مثل الفحم يصير هذا اللي يحترك طبعا تشتغل على الكهرباء شوفون هذا البلك الاسود كل هاي الموديلات تشتغل على الكهرباء والرأس مال كهرباء ننطيك اياه على حسب الدولة مالتك يعني كل دولة الها رأس مختلف فاذني تشكل الرأس بالكهرباء وتخلي البخور ويبديس خنيس 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 خن الحاد ما يطلع العطر ماتة طبعا هاي المباخر احنا موجودة عدنا بس البخور ماكو البخور هادا موجود بس بالدول العربية هذي نفس الشي هم فحمية بس هاي تنقسم قسمين هستدني اذا نعرض بين الكبار هنا كلين كهربائيات هاي لانواع مثل ما ديشوفون كلها كهربائي طبعا الجمال ماتة فالشي كل الجميل يمكن بالتصوير واضح جدا شوفوا اللون الذهبي ماتة والاسود هذا الفوق هسعدنا لنوعية الصغار نفس هذا التجوب يعني هم كهربائي بس صغير يصير عبارة عن بلك تشكل بلك بالكهرباء الرأس ماتة يعني شبكه بالكهرباء وتخلي البخور فوقه ويبديس خنيس خنيس خلق هذا الزر الاحمر مثل ما ديشوفون يعني تشغله وطفي طبعا هواي بعدكم وديلات فاحنا نحاول يعني نصور لكم اغلب عدد نقدر نصوره هذا كلها كهربائي هاي كلها هسه مباخر كهربائية كهربائية فحمية يعني كهربائية اللي تستخدم مو زيوت العطرية لا هاي تستخدم البخور اللي هو يصير مثل البودرة عرفت الشون شوف هذا العليسار هذا مثل الدلة يعني مثل الدلة مع القهوة كلش جميل اكو بعد احجام اكبر اكبر من هذي اكو احجام كلش كبيرة اكو احجام عبارة صير يعني شون مثل الهدايا بيها بداخلها يعني كبيرة مجموعة صير كاملة اكو احجام عدنها يعني صير بيها اي ل اي دي اي نارة بس هذا كله اللي تشوفونه هذا معدن فمرة ترى المعدن سعره شوي اغلى اكو عدنا بلاستيك اكو عدنا حجر هذا هسه معدن هذا كله معدن مثل ما دشوفونه شكله يشبه شكله النحاس كله هذا هسه الفوق كهربائي هذا تجوه هم نفس الشي كهربائي اي هذا كله كهربائي مثل مواضح عدكم السلك مادته الاسود هذا كله كهربائي اوه شوف هذا الالوان شون جميل هاي الموديلات الصغيرة البيضة تجوه هسه حاليا رح نشوفكم المباخر الفحمية اللي هي لا تشتغل على الكهرباء ولا تشتغل على الشمعة هذي مبجرد انت تخلي فحمة هنانا يعني جمرة احنا بالعراق نسميها جمرة او فحم تخلي هنا وتخلي البخور وتغلقه كل ما بالامر يعني هذي مجرد معدن يتحمل الحرارة مجرد معدن يتحمل الحرارة طبعا بيها هواي انواع هؤيا undeسوا شوفتنا اوو اخündخنا اه ها يحنا ماهو تحازيني الامروني كيفي ترحد اوهcard اوكه اه ها انكمل انكمل هسا عدنا المباخر الفحمية المباخر الفحمية هي عبارة عن تخلي الفحم وتغلقها كل شي ما تحتاج ولا كهرباء ولا أي شي هسا هذا حاليا عدنا المباخر الفحمية هسا دني كنا نشتغلنا على الفحم يعني تخلي فحم أو جمر وتخلي البخور طبعا شوفون الرسومات هسا حاليا ظاهرة عدكم الرسومات كلها حسب الطلب يعني تريد الرسومات الجاهزة تريد الرسومات حسب الطلب تريد تكتب مثلا عيد سعيد اللهم صلي على محمد واني محمد تريد تكتفت كلمة كل الكلمات ممكن نسوي لك إياها بس الطباعة لازم تأخذ كمية شبيرة يعني كل نوع واحد لازم تأخذ على الأقل 3000 قطعة حتى نقدر نسوي لك طباعة بي طبعاً هذا الأنواع حسنا كلها فحمية هذا الجو يصير كريستال فالشي جميل كلش هذا الفو كمية كلها فحمية هسأت دين أعرض لكم الظاهر يومكم هذا كلها فحمية موديلاته كلش حل وصراحة الفحمية وأكو بيجي طقم يعني شوفوا نسا هذا العليسار طقم يعني مبخرة وياها فتقدح مثل القدح كوب هذا اللي تحفظ تحفظ به البخور هذا نفس الموديلات بس شكلها يختلف هاي يصير شوي أكبر هذا الموديل هسأت دين أعرض لكميها يصير شوي أكبر حجمة أكبر كلش مشتهرة للمباخر حالياً ومشاريع المباخر حول العالم خصوصاً بالدول العربية الإمارات لبنان سوريا العراق كلش عندنا هوا يحبون المباخر ويحبون يتعطرون بالبخور بالمساجد بالبيوت فالشي جداً جميل وأنا نصحتكم سابقاً أنه مشروع المباخر مشروع جداً جميل ممكن تبيع عن طريق الإنترنت ممكن تبيع عن طريق تفتح لك محل صغير أو أنت عندك أسواق أو سوبر ماركت تعزلك فد مساحة مصغرة وتخلي بيها هذه الموديلات هذا مشروع جداً جميل والحلو به صيف شتاء كل وقت الناس تشتري من عنده بس تحاول توفر البخور لأن البخور أيضاً تحتاجه حالياً نحن قلنا لكم بالصين ما في بخور لأن البخور حتى البصين عندنا يستوردونه يا أما من الهند يا أما من باكستان فأكثر شيء البخور موجود بالدول العربية بالهند بغير الدول البخور كله مستورد أما عندك المباخر فأكثرها تجي من الصين يعني تصنيع المباخر عندنا بالصين نشوفون هاي الموديلات وبعد أكو آلاف الموديلات غير هذه يعني مو فقط هذه الموجودة الموديلات كلش موجودة عندنا كثيرة وحتى اللي عنده إذا يريد حسب الطلب ممكن تصنيع حسب الطلب يعني لو عندك التشكل معين أو صورة معين أو حتى لو قالب معين ممكن نصنيع لك يا حسب الطلب بس تعرفون أذا تصنيع حسب الطلب لازم تاخد كمية كل الشبيرة شوف هاي هذا الموديل الشون الحلو هذه أحجام كبيرة اللي عرضنا لكم إياها أحجام كبيرة صيروا إياها مثل الصينية يعني ممكن تقدم بها فواكه أو حلويات وإياها يجي الملحق مع المباخر فالشي جدا جميل يعني الأثاث من تخلي معاه فالشي ذهبي بهاللون هذي يطلع كل الجميل نعرض لكم حاليا بعض الصور الجميلة وبعض الموديلات الجميلة لأن صراحة فيه كثير موديلات إحنا حاليا رح نعرض لكم يعني مختصر من هذا المصنع وهذا الفيديو مثل ما قلت لكم رح يكون كتالوك لهذا المصنع فأي منتج عجبك أنت تأخذ له صورة تجي على واتساب ننطيق تفاصيله ومستمرين نعرض لكم هاي الموديلات وهي الصور الظاهرة يومكم مثل ما قد تشوفون وهي شديدة تلهم صور جميلة والله كلش هاي الموديلات الكبيرة وهاي الموديلات الصغيرة كل اللي تشوفونه بالفيديو ظاهر عدكم هو متوفر لكن مو جاهز هذي كلها تصنيع يعني اللي يسوي أوردر يمنى يحجز كمية تقريبا عشرين يوم يلا تجهز البضاعة عدم مدة الشحن مدة الشحن من 45 إلى 60 يوم على حسب الظروف الطبيعية شوفون المختب عليك كتابة عربية مكتوب الله مكتوب محمد يا الله هذي كلها حسب الطلب شو تريد تكتب ممكن نكتب لك بس تأخذ لها وقت يعني التصنيع يحتاج لوقت شي عشرين يوم تقريبا الشموع الصغيرة أيضا موجودة عدنا بس هذا المصنع صراحة ما راح نعرض للاسعار مع الشموع لأن هذا مختص بس بالمباخر بعدين نعرض لكم الشموع الصغيرة اللي تستخدموها للمباخر الزайтية نعرض لكم إياها إن شاء الله بمصنع الشموع لأن عدنا جولة إن شاء الله راح تكون لها مصنع الشموع ومثل ما وعدتكم أيضا راح تكون عدنا جولة للعطور الزيتية لأن العطور الزيتية يعني عدها مصنع هاي البنت عدها بس ما عجبتني النوعية مو كل شي حلوة فرح نتعانه نبحث على عطور زيتية درجة أولة لأن العطور الزيتية كل شي جميلة وهاي المباخر اللي عرضناها ببداية الفيديو كانت زيتية هس هاي اللي تشوفوها يمكن ماذا كلها فحمية الفحمية مجرد تصر بيها قطعة معدن تخلي بيها الفحم وتخلي بيها العطر هسه هذا الابيض كهربائي شوف هسه هنا طلع عدنا هذا كهربائي الكهربائي تشبكة بالكهرباء وتخلي المباخر يشتغل يبدي يبدي يسخن ويطلع لك البخور على حسب البخور اللي عندك ونوعيته وش قد يحتاج لمدة احتراق احنا كانت عندنا موديلات رمضانية بس تعرفون هسه حاليا انتهى موسم رمضان بس ان شاء الله ده انت تشوف هذا الفيديو وتريد تطلب منتجات رمضانية ممكن توصي على الموسم الجاي ان شاء الله تعالى شوف هذا عندنا الوان الصاج طعم بالصاج طعم باللون الاخضر والازرق فالشي جدا جميل هذا هنا عندنا يعني تقم تقم هذا اول شي طلع بالفيديو كان تقم كامل يعني مثل الهدايا ممكن تقدمه مثل ما قلت لكم يعني ممكن تاخذ كارتون كارتون وتفتح مشروع مشروع جدا جميل مشروع المباخر او هذا جميل هذا الاحمر والازرق والسمائي فالشي كلش حلو طبعا هذا يعني مثل الحجر والفوق يصير معدن والاسفل يصير معدن يعني مطعم ذهبي بالوان عندك هذا الذهبي والاخضر كل الجميل ايضا مثل التيابلم احنا بالعراق نسميه تيابلم اللي هو يصير مثل الانارة القديمة موديلة موديلة الانارة القديمة هذا الاحجام الكبيرة فوق وهذه جوه اللي هي المباخر الفحمية هسا حاليا هذا كلها مباخر فحمية هذا حاليا مباخر كهربائية من الشوف بيه سلك هذا معناته مبخرة كهربائية يعني تستخدم الكهرباء من الشوفه بدون سلك يعني معناته فحمية من الشوفه حجر عبارة عن حجر او فخار هذا معناته مبخرة زيتية مثل ما شرحت لكمان ان المباخر تتقسم ثلاث اقسام الاول هو الزيتي الثاني هو الفحمي هسا هذا فحمي شوفون هذا هذا تخلي بيه فحم وتشغله وتتمشه به هسا حاليا هذا اللي يشتغل على السيارة عذا شوفونه هذا يشتغل على 12 فولت هذا تخلي بالسيارة وتخلي البخور بيه ويشتعر هذا كله للسيارة هاي الموديلات الجميلة الصغيرة تشتغل داخل السيارات ايضا بيها كثير موديلات الموديل اللي عدبك صورة منها الشغلة والطفي هاي الحمرة هذا ما يسمعناه معدن يسخن المعدن ويطلع عندك العطر وهاي الحمرة ممكن يعني الشغل والطفي ومتحرك يعني على حسب المكان اللي عندك بالسيارة عندك هذا الموديل هم كلش حلو هذا الابيض كلش حلو يعني زغرفة وهذا الموديل عندنا أيضا الذهبي بمغناطيس فوق هذه عندنا قناني العطور الفارغة هذه قنة قناني عطور فارغة عندنا الفوق هو بلاستيك وتجوه عندنا زجاجي أسعارها مو رخيصة بس الجودة ماتة كلش عالية كلش عجبتني شوفون هس هذا الصغير هذا الصغير كله زجاج هذا الفوق عندنا بلاستيك هذا شكل الفراشة أيضا بلاستيك هذا حاليا زجاج هذا زجاجي هذا طبعا استخدام مو مرة واحدة شيئش ما العطور هاي لا عدة استخدامات هاي تفتحها بدون ماكنة تفتحها بيدك وتعبها العطر وتستخدمها مرة مرتين عشر عشرين مرة يعني هذا الشيجة تبقى عندك شوف الموديلات الشون حلوة والوانها وزغارفها يعني بطابع عربي عرفت الشون؟ يعني هما الصينيين مصميم بهذا التصميم شوف الموديلات الشون جميلة بيه عندنا هواي موديلات اكو زجاجي يعني من الزجاج مصنوع واكو بلاستيك شوف اللي عجبه وتتدلل شوف النفع ترجمة نانسي قنقر